السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قراتكم درس خصوصي ماث معكم مستر محمد بروغيم خبير مدلة الماث بوزارة التربية والتعليم وخبير النظام التعليم الجديد او بوينت تو والماث تاج بالبرتش كاونسيل المجلس الثقافي البريطاني. النهاردة ان شاء الله معدنا مع مراجعة شهر اكتوبر لمنهج جريد فايف. طب المراجعة مكونة من ايه يا مستر? المراجعة مكونة من جميع اسئلة التقييمات الاسبوعية والاداءات الصفية والمنزلية بالكامل. اضافة الى افكار ادافية مشتقة من المسائل اللي وردت بالمحافظات. اسكندرية قاهرة الجيزة. وطبعا اسئلة كتاب المعاصر لاني عارف ان الناس بتحب الكتاب. وبتحب الاسئلة اللي تخص المنهج او المقرر من داخل الكتاب. ومن جر ما طور عليكم يلا بينا. لو عايز اي فيديو احنا بنزله مايفوتكش. على طول هتيجي من تحت الفيديو اللي انفرج عليه كده هتلاقي خانة اشتراك. هتدوس عليها. ومن السهم اللي جنبها ده هتدوس وتختار كلمة الكل او او. لو عايز احصل يا مستر على الشيت بتاع او الشرح بتاع السيشن دي. هتلاقي في الوصف بتاع الفيديو هنا كده. مكتوب لتحميل شيت الهوم وورك. وممكن برضو تحصل عليه من التعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بيقول لي. انا انا تقطع البق يعني. طب خلينا مع بعض كده نفتكروا ان احنا قلنا انه ان احنا عندنا اربع اماكن اساسية. المكان الاولاني او البيت الاولاني هو عارف البوينت اول بيت بعدها ده. طب عارف تاني بيت بعدها ده. طب عارف تالت بيت بعدها ده. بينما ما قبل البوينت البيت اللي كنا بندرسه في اللي هو كان اسمه ومن مسمياته القديمة برضو ولكن في مسمى الحديث بيطلقوا عليه الأكثر شيوعا كلمة جميل واللي قبل منهم طبعا مش عايز اركز عليهم ولكن دي بقى الهوندرد والساوزند والتان ساوزند والمليون والمليارد الكلام بتاع جينيور فور فتركيزي الاساسي على الأربع أماكن او الأربع عماير دول اللي هما عرف البوينت او البيت عرف البوينت تاني بيت عرف البوينت تالت بيت بينما بيكون قبل منها مباشرة فمن يسألني عن البيت اللي ساكن فيه الفور فأنت لو بصيت كده على الفور هتلاقيها ساكنة في تالت بيت بعد البوينت اللي هو ممتاز جد طيب السؤال اللي بعده بيقول لي انت طبعا عارف ان الفاليو بتبقى مشتقة من يعني انا لو عارف بيتهم فين خلاص هعرف ما كانوا فين فأنا بيقول لي الفاليو بتاعت طبعا طب بتعملها ازاي لو هشرح بالتفصيل هقولك هدي تاني بيت بعد البوينت قدتو موجودة فيه فأحط هنا زيرو طب لو انا مستوية تقدم لان بسم الله ما شاء الله عليكم عارف ان انتم محترفين فالناس بصراحة ومؤخرا بدأوا يظهروا على صورة ان هو وحافظ من هو الرقم اللي ساكن في بيت الهندرد اه تاني بيت بعدها وثاني بيت بعدها ساكن فيه ال revolve الاجابة المتاز عايزنا اكتبه بالانجليزي اتفقنا اول حاجة بنعملها بجي اصد الpoint كده ورح كاتب كلمة and بس الكلام ده في حالة انه يكون مكتوب قبل منها رقم طب لو مش مكتوبة مستر ببتدي اكتب على طول بقول له وبعد كده بسأل نفسي هو جايب كم رقم بعد الpoint جايب رقمين اتنين طب قول لي اسم تاني بيت بقاله هو فين الاجابة دي يبقى الاجابة دي اللي هي نمبر اي طب لوك انا مستر بعد اذنك افكرني ليه كنا بنكتب اسم البيت جنبها اذا مش اخي جبالي بس ليه ما ينفعش اقول له وخلاص اقول لك دلوقتي لو واحد بيتعلم زي وزيك بالزبط ولكن بعد الشر عليك يعني مش بيشوف فالشخص ده لو انت كتبت له هو مش شايف هو سمع بس وجيت كتبته له برضو بالشكل ده ما دي بتتقارى 54 ودي بتتقارى 54 يعرف منين هنا ان هما رقمين بس جنب الpoint ويعرف منين هنا ان هما تلاتة جنب الpoint معلش ما تفرق مهرا رقمين بس يبقى hundreds لو تلاتة يبقى thousands يعرفها منين طب انت عشان شايف فبتقترح علي ان احنا ما نكتبش اسم البيت جنبه طب لو واحد بيتعلم برضو زي وزيك بس مش شايف نوصله منين ان احنا هنا نقصده الرقمين جنب الpoint على طول وهنا نقصده تلات ارقام ولكن فيهم زيلوا عشان كده اتقاروا 54 من كتابة اسم البيت يبقى هنا اقول له 54 وازود له كلمة hundreds فهو مش شايف بس يسامع فكده فهم ان الرقمين جنب الpoint على طول اغدين المكانين عشان كده كتبنا كلمة hundreds هنا بقى لما اقول له 54 وازود جنبها كلمة thousands هو كده ساعتها هيفهم انه هم مش رقمين لا دول ثلاثة طب هو مستر ما قالش غير 54 اللهم لالتالت ايه يبقى التالت زيو ممتاز جد سؤال number 5 بيقول لي 0.3 equal not a hundred مباشرة كده على طول اول ما يقول لك كلمة hundred طيب السؤال number 5 بيقول لي 0.3 equal not a hundred اعمل ايه مع السؤال ده اخد ال zero point three اكتبها فراكشن انت عارف من السنة اللي فادت ان اي number بعد ال point رطول لما بيكتر فراكشن بيبقى عنده من تحت ليه يا مصر فكرني عشان طبعا ده اسمه تنث والتنث يعني تحت الشرطة حلو هو عايزة هندرد سنة عايز تحت الشرطة كل السنة اللي فادت بنقول لك لو حطت زيرو تحت لازم تحط زيرو فوق بقت هندرد ايه زي ما هو طالب طيب مكتوب كان فوق مكتوب ثيرتي تبقى اللي جابة ثيرتي هندرد مستر ممكن تعدها مرة كمان عادها لات مرة كمان هنا كتب لي مسلا ال number zero point five بيقول لي خليه لي هندرد فقول له zero point five ده ترامل point جنب الرقم على طولي بقى ده تنث والتنث في الفراكشنال فورم عنده من تحت تن ماهل تن من تحت لي احد اشكال التنث وانت عارف الكلام ده للنجزة كبيرة ومحترف انت عايز ايه انا عايز هندرد حاضر يبقى نحط هنا zero عشان تبقى هندرد بس لما تحط zero تحت تحط zero فوق بقيت الاجابة طب اراك ان انا كمان لو خدتها هي هي تاني ممكن احولها لك ساوزن مع انه مساءلش بسيطة انت عشان تخليها لازم يكون تحت الشرطة فانت محتاج توزيروس بس اللي تحطه تحت احطه فوق يا مستر تبقى ممتازجة اول حاجة بكتب النمبر زي ما هو احط القلم بتاعي في مكان البوينت القديم وهتحرك خطوة يمين هرسم مكانها ساهم ساهم واحد لاني هتحرك خطوة واحدة لان ملتبلايتن بتحرك خطوة واحدة بعد كده البوينت لما بتيجي هنا على يمين بتتشال لان البوينت على اليمين ولا كأني اصلا شفتها انما البوينت على الشمال لا يمكن ابدا لمسه لكن على يمين ولا كأني شفتها فبالتالي الاجابة هي 92 بالمثل برضو لما بعمل دي فاري التن بروح جاي زي البوينت زي اشمال يبقى النمبر هو مستر ده النمبر ده ما عندهوش بوينت تقفين تقفل اخر هنا يلا بيلا عايزة زي ازي اشمال يرسم ساهم شمال بعد ما خنص الساهم حط البوينت بتاعتك بقيت ساكستين اند فايف اللي هي نمبر بي بيقولي ناين ملت دلاي كام بقت ناين هندرد دي زينيو سري ده مستر ملت دلاي وان هندرد برافا لك سهلا جدا تويني سري اند فور ديفايد كام طلعت لنا تو اند ثيرتي فور والله يبقى ابص على البوينت القديمة اني حصلها هي مستر انزقت خطوة شمال يبقى احنا عملنا ديفايد كام هي اتزقت خطوة خطوة يبقى عملنا ديفايد تن وانا كنت شرح لك فلسيشن لو فاكر انه كل نمبر بيزق حسب قوته يعني التن عنده زير واحد فقوته بتسمح له ان يزق زقة واحد الهندرد عنده تو زيروز فقوته بتسمح له يزق زقتين والساودند عنده سري بيوز فدي بتسمح له يزق ثلاث زقات معلناش قوي التن ساوزند بس برضو بنفس مبدأ التفكير قوته كبيرة ما شاء الله يادر يزق اربعة زقات والله ملت دلاينج بيزق يمين بيزق شمال مفيش مشكل سؤال البعد بيقول لي كتبه فقوته ادي وهنا الهول نمبر هو النمبر بتاع سنة ربعة ما كانش فيه ايامها الرقم الحر و و والفايف دي واضحة وضوح الشمس ده كاتت تحت فين الاجابة دي تبقى الاجابة سؤال بيقول لي ايه وما اكبر اتفقنا لازم يكون هنا تلت بيوت يبقى هنا تلت بيوت طب هنا مصطر تلت بيوت فعلا لكن هنا بيت واحد اعمليه تحط وبعد كده امشي بقى زي كيجي وان زمان هنا ما قبل البوينت فورتي فايف ما قبل البوينت فورتي فايف ما بعد البوينت هنا ما بعد البوينت ففتي سيفن طبعا لو عايز تسترجع اي زكريات لليسن معين انت حاسس ان انت محتاج الليسن ده مخصوص تبص عليه تلاقي البلاي لست فيها كل الليسن بتاعة مقرر شهر اكتوبر واكتر كمان فاتفرج على الليسن اللي انت شايف من وجه نظرك انك محتاج ان انت ترجع عليه كتير واحنا معانا متسع يعني معك مساحة من الوقت ان انت ترجع على مهلك قبل ما تتفرج على دي او بعد ما تتفرج عليها وتتفرج عليها كزا مرة كمان من التسجد سؤال اللي بعديه هنا بعد البوينت جايم بتلت بيوت ووصل لغاية يبقى هنا لازم نفس الكلام نوصل لغاية طب هنا في جلور تو بس هتحط لهم زيرو لازم تبص عليهم تريهم هما الاتنين اللي بعديها زيرو بوينت سري وهنا سري ساوزنس ما ينفعش اقارن وانا اعمل بلاس ولا ماينس لو في كلمة انجليزي انا عايز مات فبالتالي ساوزنس دي ممكن توصف لي عنوانها اه مستر حضرتك عارف البوينت طبام وحد ما يعرفهاش تالت بيت بعده طيب السري يعني ساكن في تالت بيت اه طب هتعمل هنا ايه هحط زيروز كده معاي هنا سري ديجيتس تلات بيوت ايه بقى لازم هنا يكون عندنا سري ما عنديش غير واحد حط زيروز عليك بلد تندمج طب من الاكبر يبقى لي جابة نومبر ايه ممتاز جد اكبر واحد في الاختيارات دي مين طب سانية واحدة كده ده هنا عندنا بيتين وهنا بيتين وهنا عندنا تري وهنا عندنا تري لازم يبقى كل شبه بعضه مستر بقى البيتين دون نزود لهم بيته والبيتين دون نزود لهم بيت انا كده بقى معك كلهم قبل البوينت وان طب بعد البوينت اكبر واحد فيهم ممتاز جد سؤال اللي بعديه بيقول لي مين هنا اكبر من ده طب اللي انت جايبوني ده عنده كان بيت عنده ثري طب ثانية واحدة زبط اللي اختيارات بعد كده اختار لك ده بيت واحد احط له توزيروز بقى ثلاث بيوت نفس القصة هنا توزيروز وهنا برضو وهنا تو يبقى فاضل لهم زيرو واحد عايز واحد اكبر منه يبقى ثري هوندرد اللي هي نمبر سي ممتاز جد راويندينج راويندينج درس التقريب وطبعا انت عارف ان درس التقريب دوت احنا وديا مع بعضنا مسميينه البخيل والكريم قلنا الديجتس البخيلة من زيرو لغاية فور زيرو وان تو ثري فور والديجتس الكريمة او الريتش اللي هما فايف ساكس سيفن ايت ناين لو نصيب يوقعني مع واحد بخيل مش هيديني حاجة ولو نصيب يوقعني مع نمبر كريم هيديني وان هيعمل لي بلاس وان طبعا لازم يحدد لي هنا اسم بيت من البيوت اللي علينا بتلاقي اسم البيت في الاخر كاتب لي هنا نيرست انتجر ايه ده وفي بيت اسمه انتجر خللي بالك انتجر دي دلعة من الدلعة بتاع اللي هو النمبر ايه ده البيت اللي قبل البولت على طول بالزبط كده يبقى انت هنا واقف عند مين واقف عند الفايف اه وبعد كده هتعمل مربع وتبص على الرقم اللي لازق في المربع ده ايه تا مستر ده كريم يعني هيزود لك وان هيزود لي وان وان نزودها على الفايف هنبقى كام هنبقى سيكس الاجابة نمبر بي هتقولي ثانية واحدة بس نصت ما تاخدنش بسرعة كده الارقام اللي برا دي راحت فين خانص بقى باشا الارقام اللي برا دي بتمشي وما انا تبقى فيلك المربع ليه ما المربع ده هو الحل يفضل زي ما هو يا ايه ما يزيد وان اللي برا كده كده خلاص ده هم برا فانت بتقولهم ايه برا ممتاز جدا علامة البخيل والكريم دي بتتنطق بالبقى هو حلل هو بيسألني هو كده حلل فين اعمل ايه اروح عند الحل واشوف اخر نمبر مكتوب بيتهم اسمه ايه والله مستر بدع تاني بيت بعد البوينت ده كده الهندرد انتاز جد مسألة بلس فاقوله المستر معلمنا بوينت بوينت شرطة بوينت الاول يعني زيرو بوينت ثري والتاني زيرو بوينت ففتين هحط في المكان الفريده زيرو واعمل بلس يبقى فايف فور اند زيرو لو سيب لي نقط بس زي ما انت شايف كده المفروض بكتب له الحل على طول لو كتب لي كلمة هاندردس كلمة انجليزي بكتب له الارقام بس لننجر البوينت خلنا بدأ احنا شددنا عن نقطة لي يبقى هنا الاجابة نمبر ايه سري تنث مينس ثيرتين هاندردس طب تعالي نعديلهم بالمس الأول عشان المستر قيل لنا ما بنحلش هو فيه كلام انجليزي برافو عليك ايه دي قعدة سبت السري تنث عارف البوينت اه اول بيت بعدها الثيرتين هاندردس عارف البوينت اه اعرف تاني بيت بعدها ومعك رقمينهم ادي البتين بالزبط يلا انحالي هقول له بوينت بوينت شارطة بوينت الاولاني زيرو بوينت ثري الثاني تحت منه زيرو بوينت ثيرتين المكان الفاضي هحط في زيرو وابتدي ان انا اعمل ماينس زيرو ماينس ثري مش هينفع هتقول لي برو وان استلف بروف يبادي تو ودي تن تن ماينس ثري ايقال سبن وزيرو ماينس زيرو بزيرو طبقى الاجابة زيرو بوينت سبنتين منتازجت بيقول لك المسألة المرسومة دي بتاعت البلاس دي عبارة عن زيرو بوينت سيرتين وجام والله هو المسألة بتاعت البلاس دي بيبقوا لونين بعد اللون الاول وبعد اللون التاني تقريبا هو كده هو عد اللون البلو فده اللون اللي هو اليالو تعالي نعدوهم عبعض مصر حضركم تقايل لنا في السيشان الاصلية انه العمود داوت بتن عشان ما نضع شوية تن بروف تعالي بنعد اللي جانبه ده يبقى العمود داوت كده وان تو ثري فور فايف سيكس سيفن ايت نايم تن ممكن ليهم دايما تن عشان لو ما كنتش سمع السيشان يعني 11 12 13 14 15 16 17 يبقى لي جابة هنا زيرو بوينت سيفنتي من تسجد من تسجد وان النبر اللي بيت مينس في الرسمة هو النبر اللي عليه اللي هو هنا ملونهولي كم واحدة يبقى خللي بالك ان احنا في الموضل هنا لازم يكون في بوينت عشان واحد يقول لي طب ليه ما اخترناش الفايف ما هم عددهم فايف لا يا حبيبي دي الرسمة اللي بيبقى فيها شكل دي وهو هم قطعوا دي بدي بتاعت الديسيميلز فهنا زيرو بوينت فايف ولو حل تهالو فايتبقى الجزء اللي هو معلوهوش على بتال اكس اللي هم كان وان تو ثري فور فايف برضو يبقى زيرو بوينت فايف ولو فاكر لما كنا بندردش في اللسن ان الزيرو بوينت فايف دي معناها نص فالوان لما تشير منده نص يتبقى نص ممتاز جد سؤال اللي بعدين بيقول لي the benchmark تفعل ان الbenchmark بسرعة كده خلينا نجابوها في الورقة دي الbenchmark متقسمة اللي هو الزيرو والوان والتو اجابتهم زيرو الثري والفور والفايف والسكس والسيفن اجابتهم هاف اللي هي بالmath decimals 0.5 لسا اي لك حالا بينما ال8 وال9 اجابتهم 1 ده الbenchmark اعرف ان هو كان يعتبر من جونيور فور رسميا ولكن بيجي منه اسئلة فلازم نهتم بميه ونكونوا فاكرينه نرجع تاني وهنا هبص على ال number اللي جنب الpoint اللي هو خانة التنث لان التنث هي دراسة الbenchmark بالنسبة لجونيور فايف هلاقيها 8 ولسا اي لك انه بتبقى اجابتهم 1 ممتاز جدا ده كنا قلنا في السيشن الاصلية ان اي مسألة فيها تبقى اي مسألة ما فاش تبقى number b الرقم المستخبي اللي هو بيمثله لي بحرف انجليزي in the equation y plus 1 and 3 equal 5.9 لو انت فاكر برضو السيشن الاصلية قلنا انه اذا كان الحرف الانجليزي اللي هو الرقم المستخبي يعني في اول المسألة بعكس المسألة لو بلس بعمل ماينس ولو ماينس بعمل بلس طب لو كان المستخبي في نص المسألة بماينس وبس قد قاعدتها بتقولك اذا كان المستخبي في اول المسألة انا بعكس المسألة بعمل الماينس بلس وبعمل البلاس ماينس واذا كان المستخبي في نص المسألة بما ماينس وبس يبقى لو المستخبي الحرف الانجليزي في النص ماينس 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 لكن لو كان في اول المسألة هنأكس هانه لو هي بلس هنعمل له ماينس ولو هي ماينس هنعمل له بلس ده هنا مصدر المستخبي في اول المسألة فعشان احلها هروح جاي اعمل له ماينس جميل. انا بس بفكرك. هو بقى هنا ما بيسألنيش على الحل. هو هنا بيقولني مين هو المستخبي? مين هو المجهول? المستخبي هو الحرف الانجليزي وي. ممتاز جد. سؤال بيقولي. سلوشن بقى عايز الحل. كلمة سلوشن معناها الاجابة. وعايزين الاجابة بقى. عايزين نحل ه. طب المستخبي هنا في اول المسألة هتعمل ايه? هنعكس المسألة مستر بدل ما يطلس هتبقى ماينس. طب وفي الماينس لازم اكتبك كبير الاول. معنا ما ننساش الكلام ده. يبقى بوينت. بوينت. شرطة بوينت. مستر الكبير هو ده. ده بس ده ما عندهوش بوينت. يبقى يكتب على الشمال. طب التاني. المكان الفاضي بحط في زيلو ويلا بينا مينس. زيلو ماينس فايف دازن تورك. هنستلف. هتبقى دي سيبين ودي تن. تن ماينس فايف بفايف. وسبين ماينس سري اكوالس فور. طبقى اللي اجابة البر موديل كنا بنقوله ان الحرف الانجليزي لو فوق. هنعمل بلس ولو تحت هنعمل مينس. الحرف الانجليزي تحت همستقبل. هنعمل مينس. يبقى نقوله فايف. اند فور. مينس. تو. اند ثري. وتطلع الاجابة. فور مينس سري بوان. وفايف مينس تو بثري. يعني ثري اند وان. ممتاز جدا. ده برايم فاكتورز افزا نمبر ايتين. تلك اول ما يجيب سيرة البرايم يبقى عايز يفكك النمبر. هنفكك الاتين ازاي? الاتين هي. هحطها في مربع. هطلع منها درعين. الاتين عبارة عن كام باي كام عبارة عن تو باي نين. اي نمبر برايم بحطوه في دايرة. الدايرة عمرها ما بيطلع لها دراعين تاني. طب اي مش برايم يبقى بتحطي في مربع. المربع بيتلاي stopped لو دراعين. عبارة عن كام باي كام عبارة عن تري باي ثري. اي ثري برايم حطتها في سيركل. اي ثري برايم حطتها في سيركل. الاسركون المسايلي ما بيتلايلوش دراعين. والسيركل التاني ما بيتلايلوش دراعين. يبقى تريبا كده انا خلصت ما بيش حاجة تانية هتطلع درعات. حلو. ممل لي بقى اللي بيجي سؤال اللي بعدين يقول is the number whose all prime factors are two and two and five قلت لك ان اي مسألة خلقها ربنا فيها ثلاثة prime numbers بعملهم by يبقى الحل two by two by five قاعدة سبتة منستر قاعدة سبت two by two by four by five by twenty يبقى ليجابة number c ten is multiple of طبعا كلمة multiple يعني موجودة في جدول الضرب طيب ال ten موجودة في جدول كام موجودة في جدول سري ما حصلش يا مستر موجودة في جدول فور ما حصلش موجودة في جدول فايف اه مستر حتى المسألة هي two by five equal ten يبقى multiple او موجودة في جدول فايف يبقى سجد complete the place value عايز اسم البيت اللي لقيت عايشة فيه مستر دي لقيت عايشة قبل البوينت يعني جونيور فورسة من ربعة ما كانش فيه تي اتش اس ماشي اللي قابل البتع على طول ده اليونت او التيجر او الوانس او الهول نمبر واللي قابل منه كان التن يبقى عايشة في خانة التنز زا value اوفزا دي جيت زيرو الفاليو بتاعت الزيرو من غير ما بص زيرو والزيرو هاي تغير وعمرو هاي يكبر يعني في يوم الايام ما زيله زيرو ده proper fraction as decimal proper fraction عشان كان الرقم اللي فوق اكبر من الرقم اللي تحت تاكر الزكريات انا عايزه decimal طبعا طالما من تحت تن يبقى دي احد اشكال الهندرت طب الهندرت هكتبها ازاي هكتب النمبر اهو والهندرت ساعرف البيت التاني بعدها يعني لازم يكونوا كان بيت بيتين بس وبعد كده البيت يبقى انا كتبتها له وحادت البيت بعد رقمين عشان تتزبط هندرت تم احنا حلناها برضو من شوية دي قلنا اول حاجة هكتبه fraction هيبقى 8 over 10 لي يا مستر لانه ده هو 10 يعني بعد البوينت على طول يبقى 10 يعني معا كده ان هو fractional عنده من تحت 10 انت طالبها من ايه طالبها منك 100 يا مستر حضر احط من تحت زيب عشان ازبطها لك 100 بس لما احط زيبه من تحت احط زيبه من فوق بقت equal 80 hundreds ممتاز جد اتفعنا لو فيه قبل البوينت رقم مش zero فالبوينت اول حاجة بعملها بروح ما حولها الكلمة and بالانجليزي واقوله اللي قبلها قبلها واللي بعدها بعدها مكتوب قبلها 65 يبقى 65 اهي طبعا محترف في كتابة الارقام بالانجليزي واللي بعدها بعدها 75 اهي ولازم اقوله فيه كان بيت جون فيه رقمين فهكتب له هنا كلمة 100 شرحت هو لك طبعا وفاهمتك عشان لو واحد مش شايفها يبقى فاهم ان هما اتنين بس جنب البوينت اللي هو بتاع جونيور فور ونقوله هو بيتقرى زي بيتقرى 36 حلو قطع الصوت بقى 36 خش بقى على جونيور فايف ومتعنا الوان ده سكن جنب البوينت ده تنس يبقى 0.1 التو سكنه في الهندردس يبقى 0.02 لازم تبقى فتني بيت والفايف سكنه في الساوزنس عارف البوينت اه تالت بيت بعده ما اما انا عارف وانا امستر بيتحافظها على طول الهندردت تاوزنس زيرو بوينت زيرو زيرو رقم من تسجد في حالة انه يكون النمبر مكتوب بالويرد فورم او الفيرب الفورم مكتوب بالانجليزي ساكر وانا بنيجي عندي كلمة and نشطبها ونحط مكانها البوينت وبنيجي عندي اخر كلمة في المسألة نشطبها ونحط مكانها الشرط يبقى and بشطبها وحط مكانها البوينت كلمة الاخيرة بحط مكانها الشرط طب هندردس دي معناها تاني بيت بعد البوينت تاني شرطتين حلو قبل البوينت بكتوب كلمة two يبقى هكتب له هنا two بعد البوينت اللي هي and يعني مكتوب nine طبعا انا معاش رفتدينا بست ارمي في الاخر وحط في المكان الفادي زيرو لان القاعدة بتقولك empty spaces is filleded by zeros the number twenty five and seventy six thousand هقول له تشير كلمة and حط مكانها البوينت شير الكلمة الاخيرة حط مكانها الشرط تبدي مكتوب كلمة thousands يبقى ثلاث شرط يا بس لان ثالث بيت بعدها ثالث بيت بعد المين دي النقط تمام قبل كلمة and يعني قبل البوينت مكتوب twenty five اهي بعدها مكتوب seventy six seventy six دول رقمين بس مستروان معي ثلاث شرط طب انت فهمت اللعبة ارمي في الاخر بقى وحط في المكان الفادي zero عايزه بالارقام طيب البوينت هي السيفن وانس سكنة قبل البوينت ما نحافظ البيت والسيفن تنس سكنة بعد البوينت على طول ممتازك سري بلس 0.5 بلس 0.8 بلس 0.002 عايزه اكتبها ستاندرد هقول البوينت هي في بيت قديم وثلاث بيوت جودات السري الرقم الحر دوت الهول نومبر الفايف سكنة في التنس الات سكنة في الهندرد والتو سكنة في الساوزنس يلا بينا البوينت هي في بيت قبلها وفي ثلاثة بعدها اللي جيين جنب البوينت دول سكنين هنا والرقم الحر سكن في الهول نومبر يلا تاني البوينت هي في بيت قبلها وفي ثلاثة بعدها اللي تن ده حر والإيد ده حر لما فهمش بوينتات خلص احسبهم مع بعض التن وإيد كام إيتين اكتبهم قبل البوينت طيب الثري دي تنس سا مستر حطها في مكان الناين دي تاوزن سا مستر حطها في مكان طيب في مكان فاودة مستر حطي في زير متازجد هنا الفايف ان هي الهول نومبر نزلها حرة ولسكس في التن سنزلها فاضل مين فاضل سكن فين ده ثاني بيت بعد البوينت يبقى سكن في الهوندردس ممتاز jddbh هنا التو في التن سنزلها والفايف في التوزن سنزلها فاضل الثري سكن فين ده ثاني بيت بعد البوينت سكن� في الهوندردس ممتاز جد اتفع ان التن قوته امكانياته بيزوق إزقة واحدة بس نحية اليمين يبقى النبر هو ما كان الوينت القديم هنا زقة يمين يعني سهم واحد يمين والسهم بعد ما بيخلص بحض البوينت التن لسه إنحانا بتزوق إزقة بس عشان ديدي فاريت بتزوقها شمال يبقى النبر هو والبوينت الموجودة هنا التن المرضي هتزوق نحية الشمال زقة واحدة يعني هرسم سهم واحد واحط البوينت ممتاز جدا لو أنا هندريد أقوى شوية من التن أولاد بتقدر تزوء زائتين يبقى هتزوء شمال يبقى انا هكتب النمبر اهو هقف في المكان اللي فيه البوينت اللي موجودة في المسألة هزوء زائتين شمال يبقى هارسين ساهمين طبعا مستر ده فيه ساهم ما علوهوش حاجة الساهم الفوضي حطله زيلو يا نجم وبعد كده حط البوينت وطبعا قلنا ان البوينت على الشمال لا يمكن لمسها فاكر الرول فاكرها مستر البوينت على اليمين ولا كأنك اصلا شفتها البوينت على الشمال لا يمكن ابدا لمسها ممتاز جد ايه ده بخيله كريم تاني اه فين البيت اه مستر تاني بيت بعد البوينت اللي هو الفور اعمل المربع بتاعك عمله حالا هو خليني بقى اكتب النمبر هنا كده كبير عشان اعمل لك البيت انت واقف عند الفور اللي هي الهوندردس اعملت المربع بتاعي واخدت كل القبلها اللي هم على يدي الشمال في المربع بسيط على الرقم اللي فوش المربع وعمل لك ساهم عليه كمان لا ده كريم ده مستر ده هيزود لنا بدل ما هي فور هتبقى فايف هتبقى دي كام يبقى انك تبقى اللي جوه المربع لان المربع هو الحل يبقى زيرو اند فيفتي فايف باسأل اللي بعديها كتبني طبعا متعارف بقى البيوت ما لتو ده اللي هو الهوندردس يبقى الفور عملت مستر البرواز واخدت كل اللي قبلها معها هتديها يبقى مش هتبقى فور هتبقى كام هتبقى فايض اكتب بقى المربع عشان المربع هو الحل المربعة هو الحل تلت بيت بعد البويت اللي هي الناين اللي جنب مني الناين دي كريم هي تديني وان طب وان وناين تن زيرو اندرس ياءب وان و سيكس سيفن ما فيش حاجة تحتها تنزل والبوينت والزيرو ما فيش حاجة تحتها تحتيهم ينازلوا يبقى الإجابة zero and two hundred solid ممتاز جدا ماذا estimation estimation يعني بخلوة قريمة بردو the estimation the result using the front end estimation ايه يا مستر front end دي ما تكنا بنوضعه في جينيور فور بالضغط كان بتقول يا مستر كان بتقول لك الرقم الأولاني كتب والباقي كله يتقلب زيروس طيب يبقى هنا ال one بس هو اللي كتب والباقي كله يتقلب زيروس وحضرتك يا مستر كنت قيل ان ال point على اليمين كأني ما شفتهاش بالضغط يعني دي كانها ten plus الاولاني كتب والباقي كله بزيروس وحضرتك قلتني ان ال point على اليمين كأني مش شايفها بالضغط يبقى كانها ten plus seven equals seventy هنا في سؤال number twenty two بيقولي estimation of the sum يعني estimation of the sum يعني sum يعني plus يعني بقول لك حل المسألة وبعد كده اعمل estimation طب تعال حل المسألة يبقى point point شرط point الاولاني zero and eighty five التاني two and three احط هنا زير واحد five plus zero five eight plus three eleven one and carry up one one و zero و two يبقى كلهم two طب فين البيت اللي انت عايزة رأى عنده قال لك روح لتنس التنس عارف ال point اول بيت اللي هو ال one عملت البرواز بتاعي بصيت على five الفايف دي كريمة يعني هتزود one يبقى بدل ما هو one هيبقى two وباقي المربع بيكتب بتسجد estimate the subtraction result بيقولك اعمل estimate لل subtraction result list unit unit دي خلي بالك اللي هي معناها whole number يعني مصر احلها subtraction result احلها وبعد كده اعمل estimation بالزبط طب يلا نحل هيبقى هقوله point point شرطة point الاول داني nine and 65 والتاني one and two فاحط هنا زير ويلا minus five minus zero five six minus two four nine minus one eight estimation لليونت يعني عند ال eight هتتغبر ويزاو يا مصر اللي جنب منها فو الشهعة طول الفور الفور بخيلة يا مصر مش هتنجد لديت حاج خانص يبقى المربع هيفضل زي ما هو لان الفور بد بناش حاج ممتاز جد سؤال بيقولي the estimation of ten and seventy five minus five and twenty five using decimals benchmark يعني decimals benchmark يعني تبص على التنس اللي هو اول بيت بعد البوت بخيل ولا كريم معاك طيب هنا التن لو راح تبصت على التنس هتلاقي انه هو كريم معاها وهيديها one فهتبقى الفايف لو بصت على التنس اللي هو التو هتلاقيها بخيلة معاها هتبضل five ومنها eleven minus five equal six مصطر يعني افهم من كلامك ان ال الاستيميشن بنشمارك الاستيميشن بنشمارك معناها ان انا بعمل بخيل وكريم للهول نمبر بالزبط كده مسألة اللي بعديها جاية بلس فانقول له بوينت بوينت شرطة بوينت نبدأ هنا نحلها ينا هنحط هنا زيروز ونحل طبعا الـ plus والـ minus اللعبتها كان هي يبقى هنا 8 وهنا 5 8 9 17 7 and carry up 1 1 3 4 4 4 4 كانها 4 by 2 اللي هي 8 المينس هقوله point point شارطة point يبقى هنا 8 and 56 وهنا 3 and 1 أحط هنا zero وابتدي a minus 6 minus 0 6 5 minus 1 4 8 minus 3 5 المنتزجد ثاني هقوله point point شارطة point هنا zero and 9 وهنا zero and 325 هحط هنا two zeros وابتدحي zero minus 5 ما ينفعش أروح للـ zero اللي بعضه معهوش أروح للـ eight للـ nine استرف منها وانتوا بايت الزيرو ده هيبقى nine والزيرو ده هيبقى ten ten minus five بفايف nine minus two seven and eight minus three بفايف وزيرو minus zero بفايف مستار أنا مش فاهم حدث نزيرو هين هيت عملت كده ازاي شرح لك هنا بشرعة كده هي كارت المسألة عاملة كده وتحت هنا five two three شرح لك الجزء ده zero minus five ما ينفعش ماشى مستار دينا فهمه رحت استرف من الزيرو قال لي والله ما عندي ماشي رحنا للـ nine ادينا one قال لك تفضل فالـ nine خدنا منها وان بايت eight one ده راح فين راح هنا مستار بايت دي كام ten خد منها one هتبقى nine ودي هتبقى كام ten آآ فهمت كده مستار تمام سؤال بيقول لي five hundred plus four thousand اتفعنا ما فيش plus ولا minus بكنام انجليزي ولا greater than or smaller than أكبر من وأصغر من برضو يبقى هنا هقول له hundreds عرف الـ point تاني بيت بعده وحطت في المكان الفاضي zero thousands عرف الـ point تالت بيت بعده وحطت هنا zero عشان أحل المسألة هقول له point point شرطة point هيبقى هنا zero and zero five وهنا zero and zero zero four نحط هنا zero وحلها هتطلع equal fifty four thousand ممتاز جدا مسألة اللي بعدها بيقول لي thirty four hundred هقول له hundred ثاني بيت بعد الـ point يبقى هنا شرطتين التنس اول بيت بعد الـ point يبقى شرطة وحل عايزة حل المسألة يبقى هقول له point point شرطة point هنا zero and thirty four وهنا zero and two أحط هنا zero minus four minus zero four zero minus zero 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 واتفقنا ترى ما جايب لي في الحل كلمة انجليزي باخد له الأرقام وبس الأرقام وبس لو سايب نقط أكتب له الحل كله لو في كلمة انجليزة أكتب له الأرقام بس ممتاز جدا مسألة برضو هي على variable الحرف الانجليزي في أول المسألة يبقى هاكس المسألة يبقى بدلا ما هي بلاسها إلاها minus لازم تنقي الكبير طبعا الكبير المسألة هو اللي عنده قبل البوينت nine حلو يبقى هنا nine وجنب منها 47 وهنا five وجنب منها 32 يلا بنا من minus يبقى seven minus two equal five four minus three equal one و nine minus five equals four ممتاز جدا الحرف اليو في النص يبقى ها minus وبس الحرف في النص ها minus وبس يبقى هاقول له point point شرطة point الرقم الكبير هو اللي عنده في whole numbers 34 ما الهول نمبر ها هما اللي يدلوني من الكبير يبقى هنا 34 وهنا 750 وهنا 15 و جنب منها 40 أحط zero ومينس zero minus zero zero five minus zero five seven minus four three four minus five doesn't work هنستلف تو أدي two ودي 14 14 minus five nine و two minus one بوان هنا المسألة بيقول لي five and fifty two plus two and one plus M equal nine and twenty one اتفقنا لما يكون المسألة فيها two numbers جنب بعض أحلهم أول حاجة يبقى أي مسألة فيها two numbers بالماس كامل بعضهم ما تكملش حلهم الأول طيب one two three zero five five two five seven بقت المسألة كتب الحرف في النصف ها مينسه بس تعالى من مينس على دم point point شرطة point الكبير اللي عنده في الهول number nine والصغير اللي عنده في الهول number seven يلا بينا مينس one minus three مش هينفع هنستلف ها تبقى دي one ودي 11 11 minus three eight one minus five مش هينفع هنستلف هتبقى دي eight ودي 11 11 minus five six و eight minus seven بو one ممتازجت the prime number has two factors ان احنا اتفقنا ان اي prime number زي two مثلا لما تجي تدور عليه في التابل بيطلع شغير بطريقة واحدة اللي هي ايه two by one ايه مستر من عارف حلو بنقوله بقى على two d factor وبنقوله على one the factor يبقى كام factor two factors ممتازجت the number 11 تم ده prime مستر حلوى بقى عنده كام factor the two factors بقولك يما اتفقرني كده بالاغنية اللي انا الهدفة prime numbers two three five seven is my life eleven with thirteen ممتازجت 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 لما يجيب لي عالدين prime اجابتوه دايما one والlcm بعمل لهم buy او جايبها بعدي ممتازجت بيقولك ممتازجت 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 وده الكنس وده الهندردس وما عنديش هنا thousands الشكل الثالث احترافي بقى professional هقطع له جونيور فور وهقطع له جونيور فايف اخد جونيور فور 69 انطقها بالراحة كده 69 اقطع له صوتي اقطع له صوتك 60 9 ومزمد له جونيور فايف طبعا 0.7 بلس 0.05 ثلاثة اشكاله ممتازجة ممتازجة اتفعنا ان كلمة معناها buy حلو يبقى هنا هقول له 8 and 25 buy 100 واتفعنا ان 100 قوتها بتسمح لها ان هي تزوق النقطة او البوينت زقتين ثلاثة ما بقى يبقى نحية اليمن يبقى نكتب النمبر المكان اللي كانت فيه البوينت في المسألة هنا فزقتين نحية اليمن يبقى عرسين ساهمين وبعد الشرط بحط البوينت والبوينت على اليمن ولكني اصلا شفته مستر حضراتك معنوني ان المسألة هي الويرد بروبلم الانجليزي اللي بيبقى فيه كلمة بتكتب اه الكلمة اللي جات بعد الرقم مكتوب هناك كلمة bound فاقول له هنا bound من تزجد arrange the following decimals ascending اولها حرف the a بتفكرني بكلمة ant اللي هي النملة عايزنا رتب من الصغير طب اتأول زبط بس البيوت هنا مستر وصل لغاية the thousands هنا لغاية the thousands كلهم متزبطين يلا بينا اولهم كلهم five خش جوا شوية هنا five هنا seven هنا seven هنا zero يبقى اصغر واحد اللي عنده zero بعد كده اللي عنده five طب ده seven وده zero خش جوا شوية هنا two وهنا zero يبقى ده number three مستر لو قال لي في المسدرسة ممنوع ان انا رقم عادي ترقم برضو برضو ايو اصبر علي هترقم وبعد كده هكتري بعد ما ترقمهم تقول له ده اول واحد طب راح كتبهولي يبقى هترقم برضو عشان لما ديجي تنقل تنقل والمسألة مترتبة ومتنظمة قدام عينيك وزي ما قلت لك روق عن مستر يروع عليك ممتاز جدا بتفكرني بكلمة دايناصور وان الديناسور ده هو الحيوان اكبر من الفيل ياه اه عايز اجي ده اترتب من الكبير طب هنا مستر وصل لغاية الهندردس هنا لغاية التنس لا ده لازم يوصل للهندردس مستر ده معندوش بوينت اصلا حطله ووصله للهندردس مستر ده عنده هو رقم واحد وصله للهندردس يلا بقى نرد هنا ناين هنا تن هنا ايت هنا فور اكبر واحد التن ثم الناين ثم الايت ثم الفور ولو مش عايز ممنوع الترقين خلاص ابتدي اكتبهم اسنك من الصغال الكبير مستر هنا فيه هندردس رقمين جنب النقطة هنا واحد هنا تو هنا ثري لا سري لازم نرجع نزبطهم كلهم على اكبر بيت موجود يبقى هنا زيرو وهنا زيرو تاني وهنا زيرو وهنا سري وهنا سري وهنا سري يبقى اصغر حدا للي فيه هم الزيرو بس انهي واحد خش جوا شوي هنا سري وهنا سري خش جوا شوي هنا زيرو وهنا سري يبقى ده اصغر واحد وده بعد من بعد كده ده اصغر واحد بعد منه واضبر واحد خالص بعد كده لو عايزنا اكتبهم لكتبهم ممتاز كده احنا عارفين ان كلمة معنى هالمجموعة شرحها نفسها مجموعة يعني ممتاز كده يبقى اقول له شرطة نمبر الاوليني مستر في المستر مش مهم ما كتنوين فوق كبير او صغير عبر احت خميات ادف في تبديل مش هتفق وهنا هتحط هنا زيل وتعمل يبقى هنا مستر الكلمة الانجليزية ايه مستر مكتوب بعد الاوليني كيلو جرام وبعد التاني كيلو جرام تفتكر هتبقى الكلمة هنا اللي بعديهم ايه مها كيلو جرام برضو لما تسجد خالد هاد وان هندرد باونز هي بوت ابوك هي بوت اشترى يلا قولي قبل ما نكمل قراءة واحد معه فلوس واشترى طالما اشترى يبقى الفلوس بتاعته زادت ولا قلت اي حد بشتري فلوسه بتقل مسألة دي مائنس متاز يقوم هو برضو في اخر المسألة يكتب لك كلمة اللي هي معناها الباقي ويجفأك على فهمك وحسن فهمك لان انت عارف ان كلمة الباقي من الكلمات القوية جدا اللي بتدل عن مائنس يبقى اقول له بوينت بوينت شارطة بوينت هنا لان النمبر لما فوش بوينت حط قبل الوينت وهنا احط هنا زيلو وبتدي ان انا مائنس زيرو مائنس ريت ما اسألت الزيروهات اليامعة ده هيبقى زيرو ده هيبقى ده هيبقى وده هيبقى تن تن مائنس سيري سيفن ناين مائنس فايف فور ناين مائنس سيكس سري طبعا مسألة دي مكتوب هنا اي وهنا اي فاكتب له هنا اي متازجد السؤال يقول لي write an equation اكتب مسألة وإكوشن يعني فيها علامة equal using a variable فيها حرف انجليزي ما كان حاجة نقصة to represent the situation two numbers that sum is ten and one of them is five and three بيقول لك اعمل لي مسألة تستخدم فيها equation علامة equal ويكون فيها حرف انجليزي اللي عددين لو عملنا لهم plus يطلعوا بتين top sum معناها الحل بتاعهم الحل بتاعهم واحد فيهم ب five and three وبعدين كلمة sum معناها plus طبع مسألة وانا كنا مش عارف التاني ماشي ما هو قال لك استهدن باري بتحط اي حرف انجليزي انا مثلا اسم محمد هكتب له ام يبقوا بيقول لي عندك عددين لو عملتهم مع بعض plus هيتلعوا بتين واحد فيهم five and three طبع مسألة التاني التاني بقى حط لما طلعه اي حرف انجليزي يعجبك ممتاز جدا solve the following equation الحرفة مستر الانجليزي في اول المسألة يبقى هنعكس المسألة بدل ما هي minus هنحلها plus ممتاز جدا يبقى هنا two and forty five وهنا zero and twenty six نعمل ال close بتاعنا يبقى six and five eleven one and carry up one one and four and two seven two zero two ممتاز جدا solve the following equation using the power model طبعا اتفقنا انه في لو المسألة plus انا بذكرك بس عشان انت ممكن تكون مش فاكر لو المسألة plus فبتكتب من تحت الفوق يعني من تحت الفوق مثلا بتكتب اول واحد دوت تحت والتاني تحت والتالت تحت والتالت فوق اده بجاب ده مستر اه لو المسألة plus بتكتب من تحت لفوق لو المسألة minus بتكتب من فوق لتحت يعني مثلا لو جاب لي مسألة بيقول لي seven minus two equal five وعايزنا احطها في البار مودل طبعا المسألة دي minus هكتب من فوق لتحت يبقى هكتب seven وبتلنزل تحت اكتب بقى في اي مكان مش فرق هنا او هنا طب لو المسألة plus كانت بقى كده two plus five equal seven لو هتكتب بقى من تحت الفوق بص هتلاقي نفسك هو التوب بتكتبها تحت وتكمل لي تحت وتطلع في الاخر فوق تطلع هي هي ايه ممتاز جدا طيب عايزين نحلل المسألة الحرف لو موجود فوق بعمل plus ولو موجود تحت بعمل minus هو الحرف موجود فوق يبقى اعمل plus يبقى اقول له point point شرطة point واجهز له two numbers بتوعي وعمل له zero seven seven five zero five three four seven ممتاز جدا رأيي the first five multiples of five كتب لي اول five numbers ممتاز جدا ممتاز جدا ممتاز جدا بيوني فاين the gcf and lcm of 12 and 18 بسم اللي اول حاجة بعملها بقى وعمل ال 12 في مربع وال 18 في مربع قصاده وابتدي افككها ال 12 عبارة عن two by six ال two prime بحطه في دايرة ال six prime بحطها في مربع الدايرة مستحيل يطلع لها درعين لكن المربع بيطلع له ال six عبارة عن two by three يبقى ال two في دايرة وال three في دايرة وطالما الدايرة مستحيلة لعلها خطينة مستحيلة يبقى الجزء ده خلص برافو عليك ال two by nine ال two prime حطيتها في دايرة المربع لل nine لانها مش ال nine عبارة عن three by three ودي في دايرة ودي في دايرة والدايرة ما بيطلع لها ش خطين فكده خلصت المرحلة اللي بعديها بروح جاي راسم سيركل كده وراسم سيركل تانية ودخلين في بعض شوية واقول له دي مرحلة الدوائر شكرا للمربع ده شكرا للمربعات كلها دلوقتي احنا في الدوائر اي دايرة هلاقي منها الناحية التانية بعد الخط هاخد منهم واحدة في النص طيب ال two اللي انا عملت عليها circle by red دي دي مش موجود الناحة التانية موجود أخدوا واحدة في النص اللي بعديه ال two التانية دي اللي انا عملتها بال blue في منها الناحة التانية لأ تنزي المكانة ال three اللي انا عملت عليها بال brown فيه شبه النحة التانية فيه يا مستر. انزل في النص ما اللي فيه منهم بنزل منهم واحدة في النص. طيب فيه دايرة متبقية يا مستر. اللي حضرك عمل عليها بالجرين بالاخضر دي. تنزل مكانه. لو عايز اجيب الجي سي اف باخد اللي في النص يبقى هقول له الجي سي اف. هما اللي في النص يعني. لو عايز اجيب الالي سي ام باخد كل اللي في الدوائر يبقى طو باي تو باي ثري باي ثري طب طب سري باي سري بناين طب فور باي ناين ايكوال سير تي سكسي الجي سي اف في الدائرة اللي في النص الالي سي ام كل الدوائر ممتاز جدا 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 وبكده ولد تكون بتاعتنا انتهت زي ما انت شايف احنا حرفيا فرمنا محتوى شهر اكتور انت هتوعد في اللجنة حاطة رجل على رجل وتفتكر ان مستر محمد ابراهيم ان لك الماث تحت السيطرة بتنساش تعمل لايك للفيديو وشير وتسيب لي كومنت جميل زيك اشوفكم على خير ان شاء الله في السيشن زي الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته